اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن اقتران الرياضة بالتنمية والسلام يمثل رسالة عالمية سامية تساهم في تسخير الرياضة لتحقيق غايات التنمية والسلام وهو الأمر الذي جسدته مملكة البحرين في العديد من المواقف والمبادرات التي أطلقتها تجاه المجتمع الدولي والتي جاءت متوافقة مع توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والرمية إلى تأكيد مكانة البحرين على المستوى العالمي وتفاعلها مع المجتمع الدولي في العديد من القضايا ومن بينها الرياضة وقال سمو في تصريح له بمناسبة احتفال منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام والذي يقام تحت شعار النشاط الرياضي والبدني أثناء جائحة فيروس كورونا قال إنه منذ زمن طويل لعبت الرياضة دورا فاعلا ومهما في جعل المجتمعات العالمية أكثر تماسكا وقوة باعتبارها أداة فاعلة وقوية يمكن من خلالها تعزيز العديد من القيم الرائدة وإيصال رسائل فريدة من نوعها باعتبار الرياضة لغة عالمية وقدرة على تعزيز القيم الأساسية للتنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي وتأصيل التسامح والتعايش السلمي بين الجميع وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة شهدت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية حراكا رياضيا بارزا على مختلف الأصعيدة وتمكنت المملكة من خلال استضافتها للفعاليات الرياضية والشبابية من التأكيد على رسالتها السامية نحو العالم بضرورة تسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام في العالم وعمدت المملكة إلى استغلال الرياضة من أجل تطبيق هذا الشعار بصورة صحيحة وعلى أرض الواقع حتى باتت البحرين واحة السلام والأمن والتعايش والتنمية في مختلف المجالات وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد تمكننا في مملكة البحرين من جعل الرياضة سفيرة لنا في مختلف المحافل وأظهرنا للعالم من خلال منتسب رياضتنا المشاركين في مختلف المسابقات العالمية أن مملكة البحرين تدعم جميع المبادرات الأممية الرائدة التي تسهم في اقتران الرياضة بالتنمية والسلام وأن مملكة البحرين ماضية في تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي في جعل الرياضة أكثر تفاعلاً مع السلام والتنمية واستغلالها لإشعة أجواء السلام والتعايش السلمي في العالم وإحلال التنمية في جميع بلدان العالم وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المجتمع الدولي يمر في الفترة الحالية بجائحة فيروس كورونا ونحن في مملكة البحرين نشاطر المجتمع الدولي جهوده نحو مواجهة هذا الفيروس ولكننا في الوقت ذاته نؤكد على أهمية الرياضة وممارستها بصورة مثالية وآمنة ومملكة البحرين وضعت نظاماً رياضياً متميزاً في هذه الفترة من أجل تشجيع المواطنين والمقيمين على اتباع نظام رياضي صحي وآمن ونشط خلال هذه الأيام وتوفير العديد من البرامج والفعاليات لممارستها من قبل أفراد المجتمع أثناء تواجدهم في المنزل ونحن نثمن عالياً التزام أبناء البحرين بجعل الرياضة أسلوب حياة يومي في مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر